عندنا الـ ACXVY الـ A مثل ما عرفته هي الـ Atrial Contraction زين إذا ماكو الـ Atrial Contraction شو رح يصير بالـ A رح يصير absent لا أنت جافت خلصت ناسف يلا أنا رح أسأل الطلاب الموجودين استبرق مهدي وينج استبرق خلي شوف من اللي يفاتح يعني بس حاضر بس ما سمعه استبرق نعم دكتور شنو السؤال كان والله دكتور الناد ضعيف شوي بالقسم ما ما يطلع عندتش الـ A-Wave هي شنو مسؤولة عن الـ Atrial Contraction إذا الـ A ماكو لا لا معاف والله دكتور بلال محمد بلال بلال بين السؤال كان دكتور تقدرت عيلا ما سمعت زين انتبهوا علي يا ولد نحن من نقول يا ولد يعني يا بنات وولد يا شباب و يا شاب انتبهوا علينا يا شباب الاي ويف هي مسؤولة على الاتريال إذا الاي راحت شنو معناها ما شي يصير بالاي بيكون اي أبسنت أبسنت بيا حالة بيا حالة الاتريال من يروح بيا حالة يروح الاتريال نعم دكتور بيا حالة الاتريال يروح والله دكتور ما دكتور أتريال فبريليشن دكتور أتريال فبريليشن فبريليشن فمثلاً إحنا من نيجي نفحص البلس ونلقي إرغولر لي إرغولر مباشرة نروح للجي في بي ما رح نلقي أي وي من من القي أي وي هذا أبروف ديس إتريال فبريليشن وبعدين هنانا راح نروح للهارت تسوي أسكولتيشن ما راح نلقي اللوب دوب اللوب دوب اللي هو نورمال بيتنج هارت راح نلقي إرغولر هارت زين اللي وأي ويف هي أتريال كونتركشن إذا لقنا مثلاً الأي ويف بلصتاي الوحد والفي ويف بلصتاي الوحد وين الصير أنا أسأل لو أنتم ترفعوني تكم تجاوبون نبع حسن نعم دكتور إذا لقنا الأي ويف المفروض هو سيستيم أي وراء اكس وراء في وراء واي يعني دابل ويف هيا بالكلينيكة راح أشوفكم إياه إن شاء الله إذا لقنا الأي ويف بلصتاي الشكل يعني مثلاً تجينا ثلاث نبضات أي وتجي نبضة في أربع نبضات أي ونبضة في هاي وين تصير معقول دكتور بالسوبرا ventricular fibrillation إنه الأذين مدين طابق ويا البطاين ويا البطاين حافية بنبا يعني هو كصف ثالث وتفكرين بالمستوى جيد أنتي ومحمد إزقود يعني دا تفكرون صح هنانا من يصير dissociation بين الأتريام والفنتريكل الأتريام كونتراكتاية الواحد والفنتريكل كونتراكتاية الواحد فنلقي مثلاً ثلاث أيات تجي واحدة في هاي وين يا ترينينك تدربون عليها بس لازمة تعرفوها فوين يصير نسميها هاي وين يصير بالكومبليت هارت بلوك ومثل ما قال جعفار هاي نسميها كانون ويف الفي ويف من الأكس للفي هو الفيلنك أوف أتريام وذ بلد اللي هو يعني السوبيريار والإنفيريار في ناكافة دا يرجعون بلد للأتريام إذا الفي ويف شبيرة شدو معناها عمران؟ دكتور الماكزمم أرتريال فلنك براشر لا فيناس براشر أتريال مؤت أرتريال أتريال نعم دكتور هنا الفي ويف هي البيك مال الأتريال فلنك إذا الفي ويف لقناها كلش شبيرة معناها شبيل فوليوم مال البلد بالأتريام عمران؟ دكتور ماكزممم؟ يعني كابران مو ماكزمم؟ نعم دكتور ازداد بيا حالة يزداد عمران؟ شوكت الفي نصر التينير ازداد؟ دكتور بل هارت فيليار؟ بيا لا يصير أكثر دقة دكتور 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 من الفنتريكل جزء يروح للبولمونري أرتري و جزء يرجع للفنتريكل يجي البلد من الأتريام لقى بلد جاي من البولمونري بالغان وبلد جاي من الأتريام فصار بالفوليوم ازداد فصارت بالفي ويف ازدادت 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 لذلك يعني مثلا واحد احنا نطيناه اي في فلويد ونطيناه اي في فلويد اكثر من اللازم صار الفوليوم بالبلد؟ ازداد دكتور صار بالفي ويف دكتور راح تزداد هذا تزداد إذن ال V-Wave تزداد لارج بوليوم بالاتريام و بها حالة بالترايكاسبت انكمبتنس والمانري بالاهم انكمبتنس زين سؤال الله لنفرض انه الجاي في بي هو نورمال لقى 2-4 إذا لقى جاي في بي وان سي ام يعني قليل وين اصير بس سام بس سام مظهر نعم دي طار وين اذا جاي في بي نورمالي 2-4 سي ام أباضي كلا بكم اللي هو 8-9 اذا لقنا جاي في بي حسبنا طلع 6 يعني قليل بياح على الصير نعم دكتور صراحة لا افكر احنا جاي في بي هو شنو الفيناس رتين بالاتريام اذا الفيناس رتين نورمال 8-9 اذا اقل شوي الفيناس رتين ما اكيد راح يقل بالاتريام بياح على يقل البلاد يعني واحد عنده بليدنك صار بالجاي في بي راح يقل واحد عنده اكيوت دياريا سيفير وعنده سهال قوي صار بالفوليوم الفيناس راح يقل حتى بالكتور البلاد اي هاي لازال قليلة أو صار بالكتور إحنا الفوليوم عالي فالكونتراكشن عالي بالأي ويف لكن الفي ويف قليلة ليش لأن الفوليوم قليلة أوكي؟ زين أوكي طبعا إحنا إذا الفينوس رتين هو شنو الجي في بي؟ هو فينوس بلد رتين تو أتريام من يرجع البلد للأتريام هو رح يحدد لبرشار أوف أتريام وهذا ينحسب بالسي أموتر شنو يعني سي أموتر يعني مثل ما قال جعفر الكلام أوف بلد فروم أتريام تو أبوف ستيرنام نورمالي هو ايت تو ناين سي أم توتل تو تو فور سي أم أبوف كلافكل إذا لقناع أقال يعني سي أم أو تو سي أم معنى شبيل فينوس رتين للأتريام قليل واضحة يا شباب رح يكون قليل إذا صار قليل هنا صار عندنا بالفي ويف رح تكون صغيرة هو قليل تكون صغيرة دروب دروب في ويف فمثل ما تشوفون الجي في بي أريد تفهموا إذا إنتوا افتهمتوا كل الزين فبهل حالة ش رح يصير عندنا رح يصير عندنا الاندرستاند وراح يصير عندنا الكلينيكال امبليكيشن أحد عنده سؤال على المحاضرة لا الكوزمال ساين انتبهوا علي محمد حكمة أخذ نفس قوي اقطع خلي النفس في صدرك ذبه عيدها محمد أخذ نفس قوي اقطع ذبه محمد ماجد رح أسألك وجاوبني جاهز محمد ماجد نعم دكتور محمد حكمة اخذ نفس قوي اصار بالانتراثة وراسك برشار ازداد دكتور لا احنا من أخذ نفس قوي اصار باللانج لا حتى تفهموها من أخذ نفس قوي محمد حكمة اللانجش بيها انتلت هوا فصارت بالبرايتل والفيزيلا بلورا وحدة قربة تعلق اصار بالبرشار بالبلورا قليل اذا الانتراثة وراسك برشار قل اصار بالفيناس رتين محمد اذا قل الانتراثة وراسك برشار شي يصير بالفيناس رتين يزداد يزداد لان احنا البرشار مو قال جعفر بالجي في بي الفيناس رتين يعتمد عليه من على الجرافيتي نعم وحدة منها اذا اذا قل البرشار بالشيست اصار بالبلودر راجع للشيست يزداد يزداد زين اذا اخذ نفس وزاد الجي في بي يقل الجي في بي المفروض بالمقلوب صارت هاي سميها كوزمال ساين كوزمال ساين يعني عكس عكس الفيزيولوجي يعني المفروض المناخذ نفس يزيد الجي في بي سوري يقل لذا اهنا بالعكس انقلبت فصارت كوزمال ساين وين اصير بالكوزمال ساين اللي هي كمان والبركارديا التومبينياد والسفير ار في فيريار بس اذا انتوا عرفتوا الكوزمال ساين وبركارديا التومبينياد هذا غ� لين كوزمال ساين نلقيها هامهتين بالتحسر بالم Reid بالم Reid نحظ في من عندها التومبيني لك星 آخر نعم لا مو هيكي امير احنا شقدر نورمال جي في بي قلنا ماكسيمام لا ثمانية لا تسعة مو وكتب قليلة تقول سبعة فاحنا ناخذ المين نقول 8-9 سيئم من يريد يزداد هوش قد فوق الكلافكل 2-4 سيئم ماكسيمام الجي في بي وين يوصل للأوريكل للصيوان الإذن فهذا المكسيمام إذا نحن نقيس جي في بي هو بكل أحوال 45 درجة من قاعدة سوي 90 ديقري ما يحتاج تقيسة فلات هو شش طلع خاهية تقيسة إلى الستيرنال أنجل من وصل الأوريكل تقيس من الأوريكل إلى الستيرنال أنجل يعني نحن وين نلقي أعلى شيء منها كنقيس الجي في بي ترك الزي في أعلى زيادة إلى ما ممكن تخليه يختفي يعني يبقى بزي في بي لا هو ما يختفي هو يبرز أكثر من يصعد يعني أنت هسا باوع على مثلا أفحص مثلا حذيفة على حذيفة كامل أخذ 45 درجة وباوع على جي في بي صعب الشوفة لأنه نورمال لأنه هو ويك بلسيشن فينس بلسيشن مو مثل الأرتريال عسل أنتوا باوع على الفين البئيدكم الأوردة تطلع على بئيدكم تحسوها بلسة تايل لو بس فين وقاعد باوع أمير على الفين البئيدك بس فين وقاعد فين وقاعد هم بنيك فين وقاعد ما تحسها بلسة تايل من يبدو البلسيشن يصعد كل ما يزيد الأتريال يصعد على إلى أن يوصل للأوريكل طبعا من يوصل للأوريكل معنى هذا أدفاس هارتفائل أدفاس هارتفائل وهاي حالات قليلة من يوصل للأوريكل مستحيل يوصل قليل يوصلون إلا بالنكلكت لأنه بس يصعد شوية يبدي يعد المريض يبدي عند الفتيك فيبدي يراجع أطباء حتى تنحل المشاكل اللي يبدي يعد لتريتمنت كل ما يزيد الجي في بي كل ما يظهر البلسيشن ما يبقى فينه قاعد لا يقوم فين بلستاي اللي يظهر كل ما يزيد البلسيشن كل ما سيفيريتي يؤفر يرأي بي بس الصورة الصورة واضحة أمير والدك منو بعد عنده السؤال يا شباب دكتور العفو منو دكتور هون جعفر جعفر دكتور بالنسبة لسؤال الأمير عاشية التوضيح طبعا كلنا افتهمناه هواية بس أيضا أنه ممكن بعض الأحيان إذا كان كلش رئيس الوريكل أو واصل يعني تقريبا اللغو ما الوريكل بيقول أنا ممكن أوقفه بتسعين دقري وتسعين درجة وأقول أنه جايبي بي كذا 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 آت تسعين درجة وممكن يعني مثل ما كنت خليه 45 وهذه باع جافر حتى يفتهمون المرحلة أي مريض بالجايبي مندخلي بتسعين درجة بعد ما يحتاج تاخذ الأنقل هو صار يعني صار فرتكال للأتريان إش قد يطلع هو خاذة قيسة قيسة من الستيرنا الأنقل إلى فوق عدل يعني تحط المصطرة عدلة بارال تبين وين واصل أعلى شي هو هذا أي حتى وإمكان أكو طرق الجاي بي بي تلت طرق أنت ذكرت بس وحدة بالمحاضرة إن شاء الله القادمة من الصير اللي نكال أعلمكم أكو تلت طرق لفحص الجاي بي بي وحدة الثانية وم التسعين درجة وكو الثالثة نشرح لكم إياها دكتور الفلات قصدك والخمسة وربعين والتسعين درجة لا أكو تلت طرق غير الكلات تمام دكتور هاي بكتب مو بهاي كتبكم مال اندرق راجويت مال البوء سبسبيشاليتي يعني ليكمل بورد باطنية ياخذ بورد كارديولوجي شون دكتور سامي بكتبهم موجودة بعد منو عنده سؤال هم عمر تتسأل تفضل الاكستيرنال جيجولار ما نفحصه احنا هو هذا ينطي منعكس للانتيرنال جيجولار لأن عادة الاكستيرنال جيجولار مثل ما قلنا على الفين اللي هو هو يعني ما تظهر البالسيشن وذا يظهر تزفيري ويك لكن الاكستيرنال جيجولار ينطي منعكس للانتيرنال جيجولار فاحنا دائما نفحص الانتيرنال جيجولار يعني ماكو قايد لاين عندنا بالعالم يقول نفحص لكستير نلجق بحق اشتيدكم بعد من عنده سؤال يا شباب من عنده سؤال بعد اه اوكي